أطلق المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط رسميا اليوم الاستراتيجية الإقليمية للتخلص من سرطان عنق الراحم لشرق المتوسط وذلك في مؤتمر صحفي مختلط استضافه قادة المنظمة وانضمت إليه نساء ناجيات من سرطان عنق الراحم فضلا عن عدد من المناصرات اللواتي يحاربنا المرض ومتحدثين الرافعي المستوى للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من مقر المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالقاهرة مراسل تلفزيون المصري كريم بيبرس أهلا بك معنا كريم ضعنا في تفاصيل المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم منظمة الصحة تفضل نعم تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين ربما اليوم في هذا المؤتمر الصحفي تم إطلاق هذه الاستراتيجية الإقليمية للقضاء على سرطان عنق الراحم ربما هي الأهم في هذه الفترة خصوصا بعد تزايد أعداد الوفيات من سرطان عنق الراحم في الإقليم بشكل عام والشرق الأوسط هذه الأعداد وصلت بشكل كبير إلى ما يقرب من 20% من المصابين بالفعل من سرطان عنق الراحم في فترة قصيرة جدا تزايدت هذه الأعداد مما شجع منظمة الصحة العالمية وبعض الدول العربية للتكاتف للوصول لحلول من أجل القضاء على سرطان عنق الراحم ربما المميز الذي تحدثوا عنه في هذا المؤتمر هو معرفة السبب الرئيسي لوجود سرطان عنق الراحم أو سبب الإصابة بسرطان عنق الراحم وهو الفيروس الحليمي البشري ربما هذه هي الاكتشاف الأهم لذلك تم التعامل مع هذا الاكتشاف بالقضاء أو عدم الوصول في حد ذاته لهذا الفيروس عدم الوصول هذا الفيروس لعنق رحم المرأة بشكل عام عن طريق ثلاثة مراحل المرحلة الأولى هو اللقاح هناك اللقاحات ونقل لقاحين لتعامل مع هذا الفيروس المرحلة الثانية هي الكشف المبكر والمرحلة الثالثة بالطبع هو العلاج الذي يأتي بعد الكشف المبكر لذلك سيكون هناك حملات توعية بعد أن تم اليوم الإطلاق الرسمي لهذه الاستراتيجية الإقليمية حملات توعية للمرأة بشكل عام وللسيدات وللعائلات لتعامل مع هذا المرض وأيضا التعامل مع هذا الفيروس بشكل عام وأهمية تلقي اللقاحات في الأعمار السنية المحددة حسب الاستشارات الطبية بالطبع لكن أيضا من المهم ذكر أهمية التعامل مع هذا المرض والوعي ونشر الوعي ربما هذه النقطة هامة أيضا من ضمن إطلاق هذه الاستراتيجية التي ستكون على مدار عدة سنوات وصولا لـ 2030 وأيضا تم ذكر في حقيقة الأمر الدور المصري في التعامل بشكل عام مع الأمراض المختلفة وما أطلقته مبادرة 100 مليون صحة من قبل حول آليات الكشف المبكر والقضاء على قوائم الانتظار وهي نقطة هامة للتعامل مع أمراض الأورام والسرطانات وخصوصا سرطان عنق الرحمي ربما يعني هذه نظرة عامة عما حدث في هذا المؤتمر وأنا عود عليكم مرة أخرى مورس لتلفزيون المصرية كريمة بيبرس أشكرك جزيل الشكر